وهذه اللجنة ستكون من جميع المكونات التي وقعت الدكتور عبد الكريم الإرياني الاسم الذي اقترن في مخيلة اليمنيين برجل السياسة وباتت الجملة داهية السياسة مقترنة باسم الرجل الذي حظي باعتراف كافة ألوان الطيف السياسي الذي خولته بعد ذلك ليكون رئيس اللجنة الفنية للحوار الذي شكل مشروعا وطنيا جامعا يتعلق بمستقبل اليمن قبل أن يتم بل انكلاب عليه لا تخل شخصية الدكتور الإرياني من الجدل حول المسلك السياسي للرجل بين من يراه رجل دولة في دولة الرجل ومن يراه أحد أعمدة النظام وحجر الزاوية السياسية ومسؤولا عن عدد من أخطاء النظام وبين من يراه عقل الدولة والسياسي الذي تبقى وحينما غادر النظام صالح أصبح النظام بلا عقل ليرتمي في أحضان الإمامة وذلك ما كان يخشاه الإرياني التحولات التي طرأت في شخصية الدكتور الإرياني كانت أكثر حضورا ووضوحا في ثورة الشباب حيث كان له موقف إيجابي تجاهها وكان له تصريحه الشهير إن ثورة الشباب حركت المياه الراكدة ودفعت باتجاه تغيير النظام السياسي وربما النظام الاجتماعي بعد ثورة الشباب عاد الدكتور الإرياني إلى قلب التحولات السياسية من جديد وعذه المرة ليكون على رأس اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني ويدير جلسات المؤتمر ويشهد صياغة أهم رؤية ونظرية لصناعة مستقبل اليمن عرفت بمخرجات الحوار الوطني عندما ذهبنا إلى أبو ظبي للقاء مع سفراء دول وزراء خارجية دول مجلس التعاون كانوا قدلت قوي المعارضة قبل أن تقر المبادرة بحسب شهادة الدكتور محمد الظاهري التي خص بها برنامج المساء اليمني أثناء مشاركة الدكتور الإرياني في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في العام 2010 أفاد أن مشاركة الفكيد الإرياني تضمنت مثقفا معارضا يختلف عن رجال النظام السياسي حيث قدم نقدا أصيلا لكل النظم السياسية العربية وكان النقد الشديد يسرد الإخفاقات بشكل علمي دقيق مؤكدا أن صالح من بعد حرب صيف 94 اتجه نحو الأنجال ولم يعد الإرياني من تلك اللحظة مستشارا لصالح تمر علينا ذكر وفاة الدكتور الإرياني الذي اختتم مشوار حياته بالانحياز لفكرة الدولة في مرحلة شهدت فيها اليمن تهميشا للدولة والجمهورية وحتى الانقلاب عليها يلفظ الفقيد أنفاسه خارج البلاد التي رفع مسودة دستورها الجديد قبل أن ترتفع روحه إلى بارئها ترجمة نانسي قنقر